معز مسعود من موليد السابع والعشرين من فبراير عام 1978 عاش حياته الأولى في الكويت موهوب في الموسيقى فأصبح قائدا لفرقة موسيقية وعازفا للجتار حصل على بكاليريوس الاقتصاد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 2000 ثم درس العلوم الإسلامية بعد وفاة ستة أشخاص من أصدقائه المقربين وإصابته بورم قبل إجراء عملية جراحية لاستئصاله حصل على الماجستير في الدراسات الدينية من جامعة كامبريج كان أول داعي مصري يلقي دروسي باللغة الإنجليزية وفي 2007 قدم الطريق الصحة برنامجه الأول باللغة العربية وناقش قضايا مهمة ومؤثرة عند الشباب قام بتأسيس شركات للدعاية والإنتاج الإعلامية فكانت تجربته الأولى إخراج فيلم وثائقي عن حاجتنا في هذا العالم إلى التفاهم المشترق بين أدباع الأديان المختلفة كما شارك في إنتاج أعمال فنية مثل فيلم اشتباك ومسلسل الصهام المارقة موهبته الموسيقية امتدت للتلحين فقام بتلحين أغنيتي الطريقة الصحة وأتت جوزيني أول من أظهر الفنانة ياسمين صبري على الشاشة وكانت لتزال بالحجاب عندما قدمها مراسلة في برنامج خطوات الشيطان عام 2013 من وقت لآخر يثير معز مسعود الجدل لقثرة زيجاتي والتي أصبحت مؤخرا من الفنانات فترددت الأنباء بأن الأولى كانت 2003 من واحدة تدعى صارة صاحبة لقب ملكة جمال الجامع الأمريكية الثانية كانت 2017 من بسنت نور الدين المرشدة السياحية واستمر زواجهما 179 يوما فقط الثالثة 2018 كانت من الفنانة شري عادل وانفصل بعد عام تقريبا وأخيرا الفنانة حلاشيحة الذي أقد قرانهما منذ ساعات بعد قصة حب دامت لشهور واسطة تكهنات وتعليقات قدلية من روادي مواقع السوشيال ميديا ليأتي السؤال لماذا لم يستمر معز مسعود في زيجاتي السابقة؟ ترجمة نانسي قنقر